ولون جسمي مختلف على لون وجهي اللي التحرق بشمس الدوار تاجها عندي مباشر وعيني فعيني اللي ماقدرتش نحلهم قوة العياء اللي فيها قال لي شفتك عاجبك النعسى على الفوتين ما كنتيش ملفة هياك كنتي ملفة النعسى في الأرض وجرني وطيحني في الأرض وانا بقوة ما كيحرقوني دلوعي وحيد الواجع واللم ضاعف لسوء الحد تفتح لي البنوار اللي كنت لابسه وإيد دي كانوا تقال لدرجة ماقدرتش حتى نسده شاف فيها بنظرة خبيتة وحسيت راتي كنرتافح بعد ما هزني ولحني في النموسية وبدك يحيد في حوالي شو وصلت في درجة الألم أنني غيرت ومبقيت عقلي على واني فتحت عيني ولقيت راتي ما زالة فوق النموسية وكنحس بألم في كل أنحاء جسمي أما مراد ما كانش في البيت وحاولت ننوض وماقدرتش جسمي كله مدرور إيش دي فيها دا الحيواني وقلبتها بك على حالتي الحالة اللي وصلت لها وسمعت الدقان في الباب غتكون شي واحدة من الخدامات حاولت نغطي راسي وتفتح الباب وكانت لينا قالت سلام لبس عليك شافت فيا وتصدمات حالتي كانت كتشفي العدو جرات لعندي وقالت عايشة شكون دان فيك هاد الحالة وما كان قدامي إلا أنني نبكي ونفاجر بالدموع حي تحتال بك ما بقيتش كنقدر نبكي قدامش حد وهي تقول واش مراد اللي دارلك هكا هادري عافكي ما تبكيش آجي نوضي معايا لقيت لبينوارد لحمام حدها ولبساته اليو نوضاتني بزز شدات فيا ومشيت معها لبيتها على الأقل غدا نهرب من هاد الجحيم اللي تحطيت فيه مشيت لبيتها واتكيت في النموسية وغطاتني وخرجات وأنا بقيت كنت حصر على حالتي اللي وصلت لها حياتي اللي تمنيتها وبقيت كنت سنة يجو فيها أحلى أيام عمري ما جاوش كل شي تتقلب فجأة وصارت فصول حياتي كلها فصل واحد اللي هو الخريف واللي كنت ساقط فيه أيام عمري وجايت لينو وجابت معها واحد لمر وقالت عايشة أنا جبت لك الطبيبة غدا تفحصك وغدا تكوني لباسي إن شاء الله جايت عندي الطبيبة وبدأت كتفحصني وكتسولني وأنا الهضرة محفوصة في حلقي ما بغتش تخرج قالت الطبيبة هاد شي خاطرة أنيزة البنت تتعرضات الاعتداء كبير شوفي الدربات في كل أنحاء جسمها إلى جانب الاعتداء الجنسي شكولي دار فيها هاد الحالة؟ وهي تقول لينو عافك يا دكتورة الهضرة ما خاش تخرج من هنا أنت عارفة شنو كاين وكان وعدك أنا غدا نحميها من هنا الفوق قالت الطبيبة تحملي مسؤوليتك المهم هي خاصها التأكل حيث جسمها ضعيف وعندها نزلت برد قوية أنا غدا نكتب لها مقويات وفيتامينات وغدا تكون لاباسي إن شاء الله ناضت الطبيبة وخرجات وخرجات معها لينة اللي ما تعطلاتش ورجعت وجات مورا هالخدامة جايبة الماكلة ما قدرتش ناكل وبقات كتبزز علي يا لينة كليت شوية وشربت الدواء وجابت لي حوايج لبستهم وحيتت عليها هاد البنوان ونعست وحسيت براسي مرتاحة وأنا معاها شوية وننفيق على الصداح صوت مراد اللي كان كيقلب عليها قال ماشي ثوقك يا لينة وهي تقول له آه ثوقي كنتي غادي تقتل البنت واش انت إنسان ولا حيوان شوف على حالة راه فيها قال موراد أنا حر ها ديك راهدية وما من حقها حتى حاجة وإلا بغيت حتى نقتلها غادي نقتلها قالت ديك ساعة قتلني أنا اللولا عاد قتلها هي أنا ما قدرت إلا أنني نزير على المانطة بقوة الخوف اللي كان فيا منه ما بغيتش نرجع عنده شاف فيا بنظرة حادة وخرج وهي سديت البام وراه وجات عندي وقالت ما تخافيش انتي في حمايتي وما غايقدر حتشي واحدي آديك حسيت بالأمان شوية ورجعت نعست وأنا عندي أمل بسيط في لينا أنها تعتقني تاز نهاري ونعست مزيان ولينا نعسات حدايا فقت في الصباح ولقيت راسي مزيانة وما موالفاش نعاز نط وتقابلت مع المرايا وبقيت كنشوف فراسي وبين لي يعنقي قاع زرق بديت كنشوف جسمي كله كدامات متفرقة وفقاع عنحاء جسمي الحقير ضربني علاج أجدرت ليه وبديت كنبكي خرجت من طواليت وصليت وبديت كنخمل لي هالبيت فاقت ولقاتني هكاك واعجبها الحال قالت صباح الخير كنشوفك مزيانة اليوم قلت آه مزيانة وهي تقول هكاك نبغيك أجي نفطر بدلت حويجها وخرجنا من البيت تبعت هوا أنا خايفة لقينا كل شي قالس ومجموعين كيف أطرق واحتل اسميته موراد قالت صباح الخير أجي عايشة قلسي حدايا وهي تقول الأم الديامة كتقلش مع العائلة قال موراد ما لكي انتي مضصر ديك الكلبة ما حملت شراسي ومشيت بلا ما نشوفه مورايا أنا غدا نقف عينيهم ديامة موقع لقيت مورايا لينا تابعاني قالت أنا عارفة أنه صعيب عليك تحملي دك شي اللي كيقولوه ولكن غاي فهمه في يوم من الأيان أنه ماشي دنبك دك شي اللي ترى وأنك غير ضحية شوفي أنا غدا نفطر معك وطلبات من الخدامات يوجدوا لنا الفطور ما عرفتش علاش كتدير معايا هاد الشي ولكن هي بالنسبة لي القشة اللي كنشد فيها وأنا غريقة في هاد البحر فطرنا وبقيت لينا كتهدر معايا وكتسورني على كل حاجة أما أنا فكنت كنجاوبها ببراءة وكنا أكلوه في نفس الوقت وشفتها فجأة علات رأسها الفوق وبدلات الضحكة وديك الساعة وحلات لي الضغمة في الحلق عرفتو ريحتو ما بقاتش كتخفى عليها ما قدرتش نتلفت وتمنيت لو أنه الزمان يوقف على أنني نشوف فيه قالت لينا شنو بغيتي وهو يقول مراد ما تبقايش تقربي الحويش لينا قالت عايشة ماشي حاجة هادي إنسانة وما ملك حتى واحد قال دابا نشوفه ممشى وأنا طول الوقت ما شفتش فيه وأخيراً لقيت شي حد في صفه فرحت بزاق حيت قدرات تحميني منه هيد الجميل عمري ما غدا نساه لها وأنا نقولها كن شكرك بزاق عمري ما غدا نساه لك هاد الشي اللي كتديري معايا قالت ما درت حتى حاجة ولكن مستعدان دي طول بي مني أي حاجة بغيتيها شنو كتمنى في هاد اللحظة وأنا غدا نفذوليك قلت كانت منا وجا في بالي وحد الحلم وهو نكون معا علي قهرني الفراق وأنا عارفة أنني ما غنشوفهوش مرة فراق قالت شنو هم وأنا نقول كانت منا نشوف عائلتي توحجتهم وهي تقول نوضي نمشي وتشوفيهم صدمت وأنا نقول كيفاش واش نقدر نشوفهم وهي تقول نوضي ما كانت فلاش خلينا نمشي ودغيها نط معاها ومشيت وأنا فرحانة حلات الطموبيل وركبت وسديت الباب وأنا ممتيقاش أنني غدا نشوف عائلتي وخصوصا علي فجأة تفتح علي الباب وشفت داك الوجه اللي ما بغيتش نشوفه كان داك اللي اسميته مراد كيدير فيا شيشوفات لو كان قرطاز أكيد كنت خدا نكون دابة في عداد الموتى قال فين غدا لالا وجرني من دراعي وخرجني من الطموبيل وهي تقول لينا خليها سنخرجوه غند سارة وشوية قال ماشي انتي اللي كتقري زيدي قدامي بقاتلينا كتغوت عليه أما هو وجرني بحالش بهمه ومحنش فيا أبدا داخلني للدار ولاحني وقال شوفي فيا مزيان انتي ديا عرفتي اشنا هي ديا ما عندك الحق فحتى حاجة ما عندك الحق فحتى حاجة سكتي واللي أمرتك بها نفديها ومشا وخلاني مصدومة من هادشي اللي وقع هاد الإنسان مريض أنا متأكدة مستحيل إنسان طبيعي دير هادشي وعيت من التحصر على نفسي واش انا غدا نبقى هاكا كيفاش غدا نقدر نصبر والإشكال في أنني ما كان دير حتى حاجة وبقيت شهور على هاد الحال ممنوع لي ينحتكم علينا كنخاف منه حيث مجرد ما كنهدر معاها كيكون عقابي آلين بالثار كيوصل للضرب ووصلت 18 سنة والضرب اللي كليتو الحدابة عمري كليتو في حياتي كلها احتطى بجسمي لدارة جتئيلة شفت غاح ويجو قدامي كانت تخلع واحد النهار سمعتو كيهضر في التليفون هلا شي صفقة ما فهمت حتازف تفدك شي اللي كان كيبور ولكن الشي الوحيد اللي فهمتو هو أنه غادي صافر وأخيرا غادي نرتاح شوية النهار اللي غاي صافر فيه كان أسعد يوم في حياتي ارتاحيت من تجبره وقدرت نتنفس وخموا أختو كانوا ما كيحملوش فيي الشعر ولكن ما كانوش قد مرات اللي كان كيمنع لي حتى أنني نتنفس بقيت في البيت اللي كان كيشهد على ضربه واغتصابه إلا أنه المكان الوحيد اللي كان قدر نهرب فيه ونتخفى من تسلط هاد الحائلة ومن عينيها شوية سمعت الدقان في الباب ودخلات لينا اللي كنت كان خاف نهدر معاها قالت أنا باقي على وعدي ليك أجي معايا وما تخفيش ما غايشوف نحت واحد وغادا نحاول نرجعه قبل ما يعيخ بناشي حتى ما قدرتش نمنحها نيني من أنني مش نشوف عائلتي اللي تثنيتش حال باش تفتح لي الباب لهم مشيت معاها وكل خوف ورجلي يكي رجفه وصلت للدار وكان كل شي مصدود ما مولفاش لهم يصدوش راجل نزلت وبقيت كندق في الباب ولا من مجيب للآسف وجات واحد جارتنا سلمات عليها ولاحت عليها الجملة اللي ذعب عاتني واش ما في خباركش باللي هاجروا من هنا هادي كتار من تلت شهور ثم تحت الأرض وما بقيت قادرا نوقف واش تخلاوا عليها واش ما بقى عندي احتى واحد في هاد الدنيا ما لاش وجات عندي لينا وقات كترغف في النوم بقيت فيها انا محط شفقة صدمتي كانت كبيرة والصافي بقيت في الدنيا بوحدي قالت لي نوضي لمشي وضغيا قبل ما يعقوا بينا نضت معها وانا الصدمة متمكنة مني ومستسلمة للموت البطير والصافي عمري غنعود نشوف عائلتي مرة اخرى صافي هادي هي النخرة لا اركبت معها ومشينا وانا طول الوقت كنفكر واش ما غنبقاش نشوف علي مرة اخرى وصلنا للدار وبالي ما هواش معايا حيث صراسي مرفوعة على هاد العالم انزلنا من الطموبيل وانا نشوف قدامي صدم اخرى هاد النهار سي مراد في الدار كيتسنى فيها وملامح الغضب بين علي انش غديوق علي ماذا وانا اللي وليت بوحدي في هاد الدنيا جا عندي واعطاني طرشة طيحاتني الارض مباشرة وهي تقول للينا حيوان اش دارت لك البند غاخر جدت وانسني لاش ضربتها قال لها مراد حتى التنفس ديالها خاص يكون بخاطري انا هي ديالي انا فهمتي؟ قالت له لينا لا ماشي ديالك وإلا هدرنا بمنطق انها دية فهي دية للعائلة وماشي غنت اللي تحتكرها قال مراد الهدرة معاك غضضرني فراسي فوتيني جا عندي وهزني بحال شي نكية ودخلنا للدار وبدأ لي بستبان بأبشع الصفات اللي عمري سمعتهم ولي شفتهم في حياتي انا ما فهمتش علاش كيدير محايا هاكا ولكن كل شي طلع لي للراس صافي لاستبر حدود وانا صبري مع هاد الانسان بسالة خصوصا بعد ما مشى وعائلتي من هنا وما بقى لي احتى واحد في الدنيا بقى كاييني بأبشع الإهانات وصلت الواحد لحد حتى سمعت قال الجملة ما قدرتش مورا هنصبر ما زال قال داك الزبلد ولدخالتك انا غادي نقتله باش عمرك ما زال تعاودي ترفعي راتك غير اش بد علي وانا نفقد صوابي وغوت عليه وقلت واش ما كفاكش حرمتيني منهم واش ما كفاكش خليتيهم يطجوا من البلاد حرام عليك واش انت بنادم ولا حيوان ما زال ما كملت هادرتي احتعطاني بالبونية اللوجه دارت بي الدنيا وطحت وبدك يضرف فيها الجسم ديالي كان ضعيف وما كيتحملش داك الضرب اللي كان كي يعطيني هزني وبدك يجرجر فيها مع السبان بقى بشع الألفاظ خرجني وداني لمزرعة وفتح واحد الكوخ ولحني فيه وصد عليها جمعت رجلي ونزلوا مني دموه حارة حاولت نسترخي حيث فعلا مقدتش نستوعب هادش اللي كيوقعلي شي حاجة اللي كبر مني وفي هاد اللحظة بالتات حسيت براسي غادل مجهول ايش غيوقعلي مازال كتر من هادش استرخيت ونف غرفة مظلمة تماما وخاوية إلا من بعد الكراكيب القديمة حطيت راسي على الحيط وتفكي رغادي لجهة عائلتي ما فكرتش أبدا في هادش اللي وقع لي مع مرات علي والصافي مشل أبت واش أمالي في أنني غدا نرجع نعيش معاهم داع بقيت هاكاك مدة حتى بديت كنحس بألم في وجهي كانوا الضربات اللي وجههم لي مرات بديت كنحس بهم كنتخيل أن وجهي ولا ما فيه ميتشاك وبقيت متكيا راسي على الحيط حتى الداني النهاز بقيت غادة في واحد الطريقة طويلة وكيبال لي ما عندهاش نهاية غادة ونعتشانا وكنحس براسي ما فيياش الجهد بقيت غادة والطريقة ما بغاتش تثارن والعطش كيزيد عليها فين غادة؟ تمشيت حتى طحت بقوة العطش شوية بينت واحد المرأة وما شفتش في ملامي حامز يعني بقوة مانعيانة أعطاتني شربة دلمة رويت بيها العطش دي علي وأنا نفيق ولقيت راسي ما زالة في نفس البلاصة ولكن هاد المرأة فعلا خفت حيث دلم الحال على الغرفة وسمعت أصوات خلعاتني كان خاف من وجود حيوانات وحشرات في هاد البلاصة رجعت وتنفست بعد ما تفكرت ان هاد البلاصة ما غاداش تكون أسوأ من وجودي مع مراد في غرفة واحدة بقيت فترة في الضلام وكنت أمل في ظهري شوية بديت كنتحق على حالتي شنو كنت كنت سنة؟ هوش تحقق أحلامي ونعيش في الجنة مثلا؟ وش أنا غبي يحتل هاد الدرجة؟ شكوني أنا باش تحقق أحلامي؟ أنا أراه لا شيء علاش غيكون زهري زوين؟ وفي وسط الضحق بدأوا الدموع كي تحولي بقى في ياراسي ما طلبتهاش كبيرة وما تمنيتهاش كتر مني تمنيت غابيت يجمعني بولد خالتي اللي تربيت معاه وفكرت ندير أسرة ونبقى في كناف عائلتي صافي ماشي كتر واشنو تلاقيت؟ عداب ما ليه نهاية نخاف نحلم ونتمناشي حاجة من هنا لفوق ولو كانت صغيرة تجيني في المقابل مصيبة كبيرة بزان تحلات الباب وانا باقى كنحلم شكوم جا عندي؟ وشنو باغي؟ كان مراد وقال بنا برا هادئة نوضي نط وانا خايفة وفي نفس الوقت متردة كي خوفني وما موالفاش لهاد الهدوء اللي فيه وما امتيقاش قال اجي معايا مشيت معاه وانا اركابية كيترحدو اش واقع؟ واش باغي مازال؟ مشينا البيتو ودخل وانا مصدومة واش هادا هو مراد؟ اللي شبعني الصباح ضرب؟ مشا جاب علبة الاسعافات الاولية وقلتني فوق الناموسية وانا مصدومة وبدك يداوي في الجروح اللي في وجهي ايش هاد الشي كنشوف؟ مراد؟ لا خاص ننقرس راسي اكيد مازال راني في البيت وكان حلم داوى لي الجروح وناد وسط اندهاشي وقالي نحسي دابا وارتاحي ومشا خرج لا لا اكيد كان حلم بديت كندروف وجهي باش نفيق اح اعي تخصحت قصت الجروح لا انا فايقة ومورات لمنين نعز تكيت قبل ما نفيق من الحلم وخيكون حلم خليني نستاغله ما غاديش يتكرر نعزت وانا كنفكر في هاد الجاس اللي وقع غريب بالزعف فقت الصباح ولقيت راسيب وحدي في البيت واش مجاش داك الهاماجي ما عرفتش نطوا لبست حويشي وخرجت من البيت بواحد الحدب لا يخرج لياما شي قند نزلت ومشيت فطرت وخشة هي ما عنديش ما زال ما تنسى لي الحزن البارح وفقداني عائلتي اللي ما عرفتش فين هوما صدمة اللي ما عرفتش كيفاش غنت خطاها كملت فطوري ونتمشيت ارجعت سالتها البيت حيت ما عنديش الجهد اللي نسمع لشي هدرم سموما وانا غادة بشوية دزت على بيت قلت سافيه ام ورادو بنتها وشدني الفضول نتصنت حيت على غير العادة كانت الامة مرتاحاش وشيد درقنو كطل من شرجم والبنت كتواسيها قالت صافيا ماما ما تشطنيش راسك واش هادي اول مرة قالت ليها الام قلبي ما مهنينيش هاسة هاد المرة توقعش حاجة وهي تقول لبنت تابني عافاكي را ما غيوقع والو را غاش شيطان كيوسوسلي بقيت كنت صنت وانا ما فاهمة والو شوية وانا نقيس قبل ما نحس وحد البازا كانت تمة احتى سمعوني وخرجات ديك خطوب الزرباء وشداتني وانا مصطومة قالت اجيل هنا اللفعة كنت صنت علينا اليوم غدا نوريك قلت ليها انا انا كنت غدايزة وهي تقول اليوم هاد انا ربيك ونزلت لي منس مخسولينة وفكاتني منها قالت تلقي منها وش ديتي بلاص مراد بارك عليها غامك يدير فيها هو وهي تقول عليها مالك انتي ديمك تدافع عليها ياك موكلاتك محامي لها تعتقت بأعجوبة ومشيت مع لينا دولت معها نهاري وبقات كتفوج عليها وعرفت منها ان مراد مصافر فرحت حيث غا نرتاح ونقدر نتنفس شوية وهو غابر ودولت نهاري زوين عموما واخيرا مشيت النعف وانا كانت فادة التصادم مع ماماها وقتها ادخلت للبيت وانا لاقيا راحتي بعد موجود مراد وشفت في المراية ولكت الجرحات اللي في وجهي بدأوا شوية كيختافيه ما عرفتش حاسرتي اليوم فرحانة وميزاجي زوين شوية يمكن حيث ما كانش مراد اللي كيخسر لي الميزاج وكيخوفني ويمكن حيث اول مرة كنحس بالامان مشيت بالفرحة ونقصت على النامثية وطحت عليها وانا نحس بالحريق في كرشي اي ايش هادا اوف تكيت بهدوء باش يمشي لي الحريق هاد الشي اللي بقى من نهار جيت لهذا الدار وانا اللور اللور انلا ياخد فيك الحق مراد نعاستور تاحيت والغد لي فقت على غوات غريب ايش هاد الشي واقع نطب الضربة وخرجت نشوف لقيتم هم كتبكي وكتقول والدي شفت جهة الباب لقيتم دخلين مراد وكله دم دخلوه الواحد البيت دغية ودخل معاه واحد الراجل بينا فيه طبيق وكل شي مخلوع دخلوه دغية وبيه كي سكت فمه اللي جات هاهي ستيليا وحتى انا دخلعت المنظر كان مخيف بالذات رجعت البيت وصديت الباب ما خاصني ما شاكي وحسيت بالتقيام ومشيت لطوالات وبقيت كنستفرخ احترت احيت وانا ارجع للناموسية تكيت شوية احتد كنتي نعاس بلا منحس وشفت قدامي نفس المرة اللي شفت داك النهار في الكوخ واللي اعطاتني نشرب رتاحيت من اللي شفت هاد المرة وبتاثمت ليها ودعتني معاها الواحد البلاسة عامرة بالنهس تبهرت شوية بقيت كنقلب عليها وما لقيتها هاش وفقت على صوت الدقان في الباب نطت بالزربة وفتحت لقيت لينا قالت ياك ما كنتي نعسى قلت ليها اه دخلي وهي تقول فخبارك شنوا واقع مراد تضرب القرطاس دابة ولا لابات طبيب طمئنة عليه قلت الحمد لله وهي تقول لينا تخلعتي عليه سكت وما جاوبتهاش وهي تقول لينا المهم جيت نقول ليك باللي الطبيب طلب لينا نجيبولي فرملية باش تقابله ولكن هو رفض وطلبك انتي انا تصدمت وقلت انا وهي تقول لينا بغاك تقابله معرفت شواش عقاب ليك كالعادة ولا يمكن بغاك تكوني احداه انا بدهوري استغربت بستاف من قراره خفت من عقابه يمكن باغي يشوفني قدامه حيث ما كيتيقش فيه ومشيت مع لينا البيت اللي كان فيه دخلت معها والانظار ديال وليديها ليه واختو غدرت تاكني بعينها وما حاملانيش شفتو كان متكي ودبلين وصفر ما قادرش يهز حتى ايديه بقيت واقفة وشافت فيه امو وقالت هو ما بغاش نجيبوليه فرملية وبغاك انتي تقابله حضرت راسي وقلت واخه بقاو شوية معاه عائلته ومشاو اما انا بقيت معاه كله شوية كنغطيه وكنحاول نريحه وداه النعاس احتوصل الليل شوية وبداه الهديان وكيهدر ما عرفتوش اش كيقول بداه الهديان وبدكيهدر ما عرفتش اش كيقول ملي قصته لقيت حرارته مرتافعة وعرقان خفت ولكن حاولت نتمالك نفسي خرجت باش نعيت على شي حد ورجعت بعد دقيقة وجايبه في ايديما وخرقه حاولت ننزلي حرارته بيها احتو الليلابات شوية ونزلت حرارته شربت ودوا ورجعي نحس اه حنيت علي ماشينش حاجة غير حيت انا كيبقى في اي واحد وداه الليل بعد ما بقيت فايقة داه الليل وانا بقيت فايقة والاول مرة ما كنحش بالعقاب وكندير شي حاجة اللي مرتاحة فيها طلع النهار ولكن هاد المرة الداني ننعاس شوية وانا جالس على الكرسي حدا مراد احتاح السيت بايدة حطاتلي على راسي فقط ولقيت الابد مراد وقال بنتي واش الدك العاس هنا حسيت احساس غريب اول مرة كنسمع بنتي من نهار جيت لهذا الدار حتى كانوا عينية غادي دمعوا وهو يقول الريان نوضي يا بنتي ترتاحي انا غادي نبقى معاه قلت له انا مرتاحة غدا نبقى معاه انا وهو يقول الريان لا بنتي نوضي احتى انتي من حقك ترتاحي وتفكرت انهار قال لي يا مراد انتي ما من حقك حتى حاجة الحق بالنسبة لي حلمة بعيد دابا ما عنديش مناش نخاف حيت مرادة مريض وما غايعاقبنيش ارتاحيت ومشيت للبيت وطحت في النعاس كومه بحاني لفيت لي ما نعزتش عشر سنين حتى سمعت الدقان من جديد في الباب نبت مفزوعة ومشيت حليت الباب لقيت الخدامة قالت كتعيط عليك لالا قلت ليها واخا انا غدا نزل غسلت وجهي بالزربة ونزلت بسرعة وانا خايفة ايش واقعة والتاني لقيت امو واخته معاه قالت انتي واش حساب ليك راسك مولات القصر سيدة القصر لا 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 راكي جاي يدية فهمتي ايش نهي يدية قطعتها الام وقالت مباركا سكتي وشافت فولد هاللي باين على وجهه علامات الغضب من اخته وقال عافكم بغيت نبقى بوحدة خرجات امو واخته وبغيت نخرج حتى انا وهو يقول مراد عايشة بقى ينتي تفاجأت به وبقيت قلت احداه وهو يقول عايشة علاش مشيتي وانا نقول له بابا قال لي ياسيري رتاحي قال وعلاش ما نعستيش هنحدا يا سكت ما توقعتش منو يقول هاد الهضرة ولكن اللي فاجأني كتر هو الكلام اللي قال من بعد عافك يا عايشة ما تبقى يش تبعد عليا بحاني لاخوتي عليا استلدي المبارد جمت في بلاست واش هاده مراد ولا شي واحد اخر مستحيل واش هاده هو العنيف العدواني اللي كان ما كيعرف غير الضرب بقيت حانيا راسي احتقرب ايدو شد ايدي انا حسيت دقات قلبي كيت سارعه ووجهي والاحمر وقال اجي قلسي حدايا حسيت راسي للحظة غدا نسخف وما قدرت ندير اي ردة فعل كنت كنت منى نحيد ايدو مني اللي ولفتها غير ديال الضرب ولكن ما قدرتش شليت بقيت جالسة وساكتة وحتى هو سكت وبقيت مهاه كان قابل كان غطيه من اللي كان عز وكان عطيه الدواء وحتى الماكلة كان وقلوه اما هو فيما كان بعد عليه ولا ولحظة كي عيط عليا ودازو الايام اولا فيهم مراد بخير وبدكينوت شديت فيه واحد المرة وخرجته برا حيت قنط وبغى يشمل هو واغتانمت الفرصة نسوله حيت جاني الفضور قلت له وخمس سولة وهو يقول لي اه سولة قلت اشنو ترا شكون اللي دار فيك هكا وهو يقول لي شي ناس عندهم معي حساب قلت له اش من حساب وهو يقول من الاحسن ما تعفوانه خلينا هكا مرتاحين في خبارك كتباني لي عيانة استمت استغربت حيت اول مرة كيهتم الحالي بدك يدوز على خدي بصبعه وقال باين على وجهك الارهاق واش عيتي حيت قابلتيني هذي ايام قلت له لا انا لاباس ما عيانة موالو شد لي في ايدي وقال حاولي ترتاحي انا وليت لاباس وما تبقيش تشطني عليها ما عرفتش منين نزل على مراد هاد الحنان كله حيت فعلا بقوة ما كان شوفو غول ولك يبالي هادا شي واحد اخوف ما شي مراد وليت كنشك باللي كنحلم دازت يومين وولا فيهم مراد مزيان وبرى تماما وولا كيخرج ورجحنا البيتو ولكن فعلا كيما قال حيث براسي مرهقة بالساف وما قاداش نهز حتى ايدي ايش واقع لي وقيل الاعصاب خرجولي على صحتي كون الشي ممكين اللي شفته هنا ماشي ساهل ودازت يومين اخرى ومراد ولا واحد اخر يمكن تبدل حتى مراد وشاف حرصي عليه ولا كيهدر معايا وكي يكل معايا ودار لي قيمة وحتى انا قررت نسى قاعدك شي اللي داز علي مها ونبدأ من جديد حيث انا ماشي من النوع اللي كيهزوا في قلبهم لو كنت مزوجة بعلي قاع مكان غيوقع لي يقاع هاد الشي كله ووصل النهار اللي غدا تقلب من جديد علي القفة وغايجي مراد منرفز للدار ففهمت شماله بدك يقلب في وراقه وكيقلب البيت مشيت عنده وياريتني ما مشيت قلت له مراد مالك وهو يقول والو اعطيني التسع قلت لا ما غداش نعطيك قولني يا مالك نقدر نخفف عليك ماشي انت اللي قلت لي يبقاي بجنبي ديما وهانا بجنبك دابا وهو يقول واش تيق تراسك ولا عرف تراسك شكون انت غير ديا ونخليك تحت رجلي العمر كامل قلت انا ماشي عبدا عندك انا داديت حرة وغانبقى حرة ما زال ما كملت هادرتي احتعطاني بترجاء طحت على النموسية وهو يقول شوفي شكون غاي عطقك الحرة وجبت الصمتة وده كيدرف فيه وانا اللي كان كي حساب لي يالتبدل معايا وولك يشوفني انسان انما اللي بحال مراد عمرهم غاي تبدله وغاي بقاو اندال حياتهم كاملة اللي بحال هادا عمري ما غانتسنى منه الخير حسيت بحريق كبير طلع معايا من رجلي حتى لراسي اما هو كمل السب والإهانة دياله ليه وجرني من دراعي وهزني وبدأ كيسب ويبسق عليه وما بقيتش قدرت نوقف على رجليه طحت بين ايديه وحسيت براسي في شلانة وغيرت فقط ولقيت راسي مغطية ومراد حدايا كان مخلوع ولكن انا محملتوش كيفاش كيدير راسو مهتم بيا وفي نفس الوقت كيعاير ويقول لي انت غير ديا وما كتسواي حتى حاجة شوية دخلت واحد سيدة باينة فيها طيبة وتأكدت من اللي بدك يقول ليها ادكتورة بدات كتف حسني ودوذات على كرشي شوية ناضت خرجات ومعاها مراد بقيت بوحدي وما حاملاش راسي علاش كان اعطي الامل لراسي علاش شوية دخل مراد ضحك جاء عندي اهدكي عم نقفي افهم توالو مانو هذا فرحان وانا ما حاملة فيه الشعرة واش الوقت اللي بغاء هو كيتودد ومن اللي بغيت تقلب علي ويدرب ما لي لعبة بنناقص من هاد الود إلا كان غيت سناني مراهد ضرب والبكة علاش كي طمعني ولحد الآن مازالة مفهمت وانا حتاجات امو وعيطات لي خرج عندها شوية سمعت صوتها رتافة شدني الفضون نعرف شنو كان نطو بقيت كنشوف مالهم قالت الام هاد الولد ما غايت زادش ما غنخليكش تولد من دي قال لها مراد انا باغي هاد الولد وغايت زاد سواء كان من دية ولا من وحدة قرآ والهضرة ديالي هي اللي غدا تكون انا غنت هالله في عيشة حتى تولد صدمت من هاد شي اللي سمعتو واش كان حلم ولا اشنو هاد شي كان سمعتو انا حاملة وغدا نولد رجعت البلاستي وانا مدهولة ومستحيل واش هادا هو الحلم اللي حلمتو واش غا نولد مع مراد ماشي مع علي ايش غدا ندير دابا واش غا نولد هنا في هاد الدار وكيفاش غا دي عاملوا ولكي غاي عاملوه كيما كي عاملوني انا وغايبقا ويقولوا عليه ولد ديالا مغاداش نتحمل نشوف ولدي كيتعذب كيما كنتعذب انا دابا دخال عندي مراد وجا قال لي خاطرك في شي حاجة بغيتش نجيب لك شي حاجة طولبي اللي تمنيتي هاد حضر سكت وقلبت وجهي ماشي هادا اللي ضربني البارح وصوتني وما حنش فيه واللي قيل لي واش تيقتي راسك راكي غير ديالا خايفا نقول هالو دابا ويقول لي واش تيقتي راسك اعيما يهدر فيه وانا صارت لساني ما حملتش فيه الشعرة زروقي يتلحمي ما زالش اهدع على ضربه وظلمو لي وما غنسمحش لي جابت لي الخدامة الماكلوب وما كنشوفش فيه واخاكي يحاول يوكني ولكن انا ما كندهاش فيه وما غنطمعش راسي سالة وبدأ يغطيني باش النعس ولكن انا ما قدرتش النعس بقيت كنفكر في ولدي ولا بنتي ايلا كانت بنت رها غدد زاد للظلم والقهرة ويلا كان ولد غد يربيه فيه عادات الظلم با غا ولدي اولا بنتي وفي نفس الوقت خايفة بزا خايفة نولد في هاد المجتمع اللي ما كيرحم حتى واحد حرت ومعرفتش اش غدا ديه فكرت نهرب وفين غدا نمشي انا ما عندي حتى واحد في الدنيا وتفكرت عمتي فريدة سبق لي مشيت مع خالتي لعندها هي ساكنة في واحد بلاصة اسميتها نسيت يا ربي نتفكر اشنو اسميتها؟ بساين تفكرت حي البساتين تفكرتها انا غدا نسول ونمشي لديك البلاصة تم غدا نطلب منها تديني عند خالتي وغا نهربو انا وعلي ونربيو هاد الولد ونديرو وليدات خرين ما غا نبقاها شهنة من اللي غا ينعسو كاملين انا غدا نهرب شوية ودخل مرهبت باينة في وجهه فرحان درت راسي نعسى وغمت عينيها جدت كحدايا وعنقني ايش هاد الشيء؟ بحال ليلة كان عارف لي غدا نهرب جو شدني ايش غدا ندير دابا؟ سايستو وخليتو حتى نعس باش نقدر نتحرك انا عارفة انا نعاسو تقيل ونطب هدوء ولبست حويجي وهزيت شوية منه خرجت وانا عذا اعصابي خايفة لا يشوفني شي واحد ونصدق معاقبة من جديد من طرف مورات ابقيت كانت مشة بالحس حتى وصلت للباب وفتحت بشوية وخرجت حتى سمعت صوت مورايا قال عايشة تلفت هادا صوت نسائي لقيتها لينا قالت فين ماشي في هادا الليل وانتي حاملة قلت انا وهي تقول سافي فهمت اجي معايا قلت ليها فين قالت واصلك ومنون هدرو شوية مشيت اركبت مع هفته موبيلتها وقدرت كتهدر اما انا مقدرتش نتنفس حتى خرجنا من محيط الضار قالت ليه انا كنت فهم انك بغتي تهربة وانك مبغتيش تولتي في هادا الظروف ولكن واش انتي عارفة فين غادا ولا غير بغت خرجي عندك تصدق فيش بلاسة اخي من هادي اللي راكي فيها قلت ليها بغا نمشيل عند عمتي وهي تقول وهاد عمتك عندك عنوانها قلت ليها فيش حيث ميتو البساتين وهي تقول واش عرفتي هاد البلاسة شحال كبيرة هاداك رحي شعبي وكبير بزاف عندك يتلفي قلت ليها ربي اللي خلقني معايا وهي تقول ونعمة بالله هاكي شدي الكار وهاد الفلوس خليهم معاك حتيات ويلا احتاجيتي شي حاجة صوني ليه تهالله في راسك عايجة قلت عمري ما غنساليك جاهد شي اللي درتي معايا كان شكرك بزال نزلت من الطموبيل وشديت اول كار غادي اللي مدينة طول الطريق وانا خايفة وشد على كرشي ايش غادي وقع عليه من بعد وانا عمري ما خرجت من الدوع الطريق كانت طويلة بالزال حتى وصلت اللي مدينة وفي مكان اخر قالت المرأة كيف بقيت يا أختي شفتي الدنيا شحال غريبة لقيتنا من جديد بعد مدة طويلة وهي تقول خالتي عاليا انا ما بقالي حد في الدنيا من غيرك عاونيني عافعلي احنا كل املاكنات خادوا منا وجره علينا من الدوار ما عندي حد من غيرك نلجأ ليه وهي تقول المرأة واش ما بقيتش بنت الحرام ماشي انتي اللي قلتي لي ما عنديش اختي وما يشرفنيش تكون اختي قالت خالتي انتي اللي غلطي ما تنسيش انه كيرجع لي الفضل في اللي انتي فيه دابة لو كان ماشي انا اللي هربتك وخديت منك البنت اكيد دابك انتي غدا تكوني ميتة وهي تقول المرأة بنتي فين هي وعلاش ما جاتش معاك خالتي احنا دراسها وهي تقول المرأة شفتك اسكتي فين بنتي ياك ما وقعت لها شي حاجة وقالت خالتي ذاك الشي اللي وقع عليك انتي ظلم العادات والتقاليد قالت المرأة اشكت قصدي فين بنتي وهي تقول خالتي خداو هادية عائلة الريان لمرت عصبات وقالت الريان عودتاني واش ما كفاهمش ذاك الشي اللي داروا فيي انا حتى بنتي انا ما غاداش نسمح ليهم انا غناخد منهم حقي وغنرجع بنتي وفي القصر فاق مراد من العاف وأول حاجة جذبت انتي باهو هي ان عايشة ما كيناش نعد وبدك يقلب عليها حيت مش طون عليها لحقاش هي حاملة ولا بدتها اللف ولده بدك يقلب عليها ومالقاهاش نزله هو كعيط عايشة عايشة وهي تقول له الام اش كاينة ولدي قال مراد ماما واش مش فتيش عايشة وهي تقول لامه لا ما بانت لياش تهدنا ولدي رغدا تكون غير هنا بقاك يقلب ومباليها اطار وقال مراد انا غدي الحماق فين غدا تكون مشات وهي تقول لهم لينا غدا تكون طارت مراد قال اش كت قصدي لينا واش انتي عارفة شي حاجة ثكتت لينا وقلبات وجهها وقال لها مراد ادوي مالكي ساكتا فين هي عايشة قالت لينا عايشة مشات مشات في حالها وهربات من الظلم ديالكم مراد قال وانتي باش عرفتها هربات لينا قالت انا اللي وصلتها للكار قال مراد الله ياخد فيك الحق لينا خدات ولدي عاو انتي ها تحرمني من ولدي وما عنديش شي صورة ديالها باش نقلب عليها اهدري واش ما عرفتيش في نمشات انا خاسني نعتقها ونجيبها قالت ليه لينا انتا الى جبتيها غادة تدلمها من جديد قال ليها مراد ادوية لينا انا ما غنسمحش الولدي تزاد بعيد عليها اهدري وكان واعدك انني غد انتهى الله فيها قالت لينا ما عرفتش انا قالت ليه غدا تمشيل عند عمتها في المدينة قال مراد ومعرفتيش عنوانها وهي تقول لينا لا ما عرفتش خرج مراد بالزربة ومشك يقلب عليها اعيا يقلب ولكن ما ليها اطار انا رجعول عند عايشة بعد ما نزلت من الكار شديت تاكسي وقلت ليه يوصلني للحي بقيت كنسول ما بان ليه احتاجي حد كيعرفهم ولكن انا خفت بزاف حيت الحي شعبي بزاف وعامر غاب الشنكارة بقيت كنقلب شوية دارو بياشي وحدين حسيت بركابية طاحو بدو كيقولوشي كلمات وانا ما قادراش نتحرك ولا ندافع على راسي حيدولي الساك ومشاو ما فهمتش انا علاش كيجيني الشالان ما كنقدر حتنغوت ولا ندافع على راسي حيدولي الساك وفيه الفلوس اللي اعطعتني لينا بسهولة قلست الارض وبقيت كنبكي فين كنت وفين وليت شوية داست من حدايا مرة كبيرة ومسحت دموعي ونتصولتها على عمتي فرحت بزاف من اللي عرفاتها نعتات لي فين شكرتها ومشيت ضغيها قبل ما يدوروا بياشي شماكري اخرين مشيت وبقيت كندق احتحلات الباب وحد البنت لابسة عباء بلا كمان ومطلعاها من واحد الجهة وكترتق في المسكة عبراتني من الفوق التحت وهي تقول شكون انتي قلت ليها سلام هادي واش دار عمتي فريدة قالت البنت عمتك اه هي هادي شكون انتي وانا نقول عافكي قولي لها عيشة من الدوار من طرف اخوها عمي العربي وهي تقول البنت دخلي دخلت وانا خايفة حتبنت لي عمتي فريدة كانت جالسة ومشيت عندها كندق واخيرا لقيت شي حد من عائلتي شي حد من ريحتنا قالت فريدة بنتي عيشة لبس عليك بديت كندق وقلت الحمد لله عمتي قلست وعاوت لها كل شي من نهار خداوني دي لحد ما جيت لهنا وصارقوني دوك الشمكارة بقيت مع عمتي حتار تاحيك وتهدنه اعصابي شوية دخل واحد الشاب وكان من هادوك اللي صارقوني تصدمت وما قدرتش ندوي وانا حالة في عينيها وهو يقول الشاب الواليدة شكون هاد التيتيز اللي محال قالت له سلم على بنت فاميلتك سكت وما قدرتش نحل في عينيها باش ميديرش في ياشي حاجة غيبة خصوصا وانا معاه في دار واحدة بقيت معاه في الدار ونت بقيت مع البنت في بيتها قالت انا اسميتي خديشة وانتي قلت ليها انا عايشة وهي تقول هي قلت لي اخدوك ديها قلت ليها اه وهربت قلت درتي مزية ما عندك ما تدري بيهم عايشي حياتك واتهالله في راسك انتي زوينا وغتديري الفلوس ما فهمت شكا تقصد وهي تقول هانتي سواعدة راه كيحماقوا على البنيتات اللي بحالك بلديات زينهم عروبي وكيحطة فيهم فلوس صحاح قلت ليها شنو؟ واش انا هربت من مراد نصدقها بصراسي مع السواعدة نط من حداها بلا هادرة ما حملتش هادرتها وما قدرتش نتابز مهاها حيات نوات فيها الحاجة الخايبة نط ومشيت قلص معا عمتي من جديد ما فهمتش كيفاش تعلقى بنتها حتى ولتهاك وما رباتش ولدها حتى ولش مكاه دوزت معاه ومنهاري حتى جينا نتعشها وقلص قبالتي مجددا داك الشفار ديالولدها اللي ما قدرت نقول له حتى اناني بغاح وايجي شوية وانا نسول عمتي قلت ليها عمتي واش ما عندكش خبار على اخوك فين مشاه ولا فين سكنه وهي تقول فاريدة لا بنتي ما في خباريش وهو يقول شمكان انا عارف فين كين علي قلبي خطقت الجهد من اللي سمعت علي هو اللي كنقلب عليه وبزر بسولته فين كاين عفا قول ليه الشمكار قال غدا غدا نوصلك عنده وانا نقول له كان شكرك بالزهر نضت الناس في البيت وشوية ولقيت خديجة كتبت الحويجها ومسعي باراسها وغدا تخرج قلت ليها فين غدا اختي غمزاتني وقالت الخدمة خرجات وخلاتني مصطومة كيفاش كيخليوها بلا ما يقولونيها حتى حاجة شوية تبعتها ولقيت خوها معاها تم زادت صدمة ديالي اوه غادي معاها ايش هاد الخدمة دا الليل مقدرتش نصبر ومشيت لعند عمتي لقيت هكا تسبح قلت عمتي كيفاش خليتي بنتك تمشي تخدم بالليل قالت قدر الله بنتي ما عندناش حل اخوه وانا نقول كي نعطى الله الخدمة ديالي الحلال ومية تقول ليه شوفي يا بنتي من لي ما ترهاش لي الله يرحمه بحالي لا ريبتي علي نسقه تلات بنا الايام وعيت ما نقلب على خدمات احتك لو صحتي وما درتواني وكي ما كتشوفي هاد الدار ارهد يالكرا وولدي ما عنده حتى صنعه في ايده وزادها دخل الحبس ما بقيت عندي صحاب قوة شقة وما بقى عندي حتى شي حب خديجة هي اللي خدمات علي وعلى أخوها قلت لا حول ولا قوة إلا بالله الله يصبرك عمتي على ما بلاك قالت الله ما يبليش يواحدة بنتي مشيت للبيت ونحست وانا كان دعي ان ربي يصلح بال عمتي فقت مع أدان الفجر نطو توضيت وصليت نطو توضيت وصليت لله وانا كان دعيه يحفظ لي يا ولدي اللي يفكر شيء ويرجعني لعائلتي ويجمعني بعالي أنا متأكدة انه غيربي ولدي وغيره بحال ولده دعيت الله ينور لي طريقي شوية وانا كان سمع الباب تفتحات وكانت خديجة رجعت للدار وكتماير وفيها ريحة خانزة عمري شميت بحالها لاحت الساق ديالها وحيدات سباتها وتلاحت على الناموسية ونعسات كأنها هازجبل على ظهرها وتقال عليها الله يعاونها ويفتح ليها ببان الحلال قريت الصور والآيات اللي كان كي يحفظهم لي يا عمي العربي وارجعت الناس وفي مكان أخر وعند مرات قال فين مشات هذا البنت بقى مرات كيقلف كل بلاسة وكيثول أي واحد عافك أخويا مش فتيش وحد البنت بنت ديال بادية ولابسة فولار وبيضة شوية كيقول له لا مش فتحتها بنت بهذا المواصفات وهكا بقى كيثول وكيقلب حتى طابورش ليه قال ايش واقع ليكا مرات؟ ايش هاد الشي كتدير؟ من قيمتا وانتك تهتم بهذا البنت؟ ياك هي غير دية وما عندها قيمة علاش أنا بلا من حس تحرق قلبي؟ من اللي ملقيت هاش حدايا؟ لا أنا بغي غاولدي والدي هو اللي كي همي خاسني نلقاها ونرجحها للدار فين غنلقاها يا ربي؟ وفي مكان أخوف وبالتحديد في بيت راقي ومرتب ومن داخل مكتب كتتواجد مرة غالثة وحاطة إيدها على خدها وكتفكر حتى كتسمها ماما مالكي سهلة فاش كتفكري؟ وهي تقول ولدي أكرم أجي قلس حدايا قال أكرم أعاودي لي أنت مع عمرك كتخبي علي شي حاجة؟ قالت له ما غاداش نخبي عليك أولدي الماضي ما زالك يلاحقني وخعيت من بعد منه ننساه ولكن ما كيتنساش قال ليها بنتك ياك قالت آه بنتي كتواجه نفس المصير ديالي الضلم وهو يقول سمحيني يعلى هاد الهدرة اللي غادي نقول ليك ولكن بنتك أنت اللي ضلمتيها نهار تخليتي عليها قالت له ضروفي كانت خايبة بالذات كنت غادل الزنقة وما كانش ممكن أني ناخدها معايا وهو يقول مهما كانت الظروف هاداك ره أكبر غلط درتي وهي تقول والأسوأ في الموضوع أن بنتي معارفاش أنني ما زال عايشة يحسب ليها ميتة قال ليها صارحيها من الأفضل تقولي لها الحقيقة وهي تقول خايفة خايفة ما تسامحنيش أنا كنت أنانية بزا ياريتني خليتها لهم يربيوها كانت على الأقل غدا تكبر في مستوى جماعي كبير وكانت غدا تكبر حدباه ولكن أنا فضلت أنا نيتي وكبريائي مسمح ليش وقلت ليهم أن البنت ماتت وعطيتها الأختي بدل ما تكبر بين إيديها قال ليها تهدني أنا ممكن نهضر معاها وهي تقول لهم لا انتال لا أحتاجي الوقت المناسب قال ليها وهو يقول أكرم ما كانش وقت أنثمن هذا قالت له ولكن اختقلت لي رها عند الريان دية قال دية وهي تقول اه ما عرفتش كيفاش ولكن هاد الشي اللي فهمت وهو يقول ما كانش شي حاجة سميتها دية احنا غا نمشي ونجيبوها من تماما وإلى اقتضر الأمر غادي نستعملو القوة وهي تقول لهم هاد الشي اللي بان ليك قال أكيد نوضي يلا يلا خلاص قالت واخا أنا غدا نبدي الحوي يجي يا ربي عوني وفي مكان أخوص بقيت كنت ثنب فارغ السر وما نحستش وأنا كنت نتاضر وعد ولد عمتي أنه غادي ديني عند علي غادي يتغير كل شي اليوم وعند مراد قال ألو أش درتي هو يقول له سي مراد أنا لقيت العنوان دي اللي اسميته علي قال مراد مزيان سيف طولية أنا متأكد باللي غدا تكون معاه ما غنسمح ليكش عايشة تعطي ولدي لدك القتال يا ربي وفي الطريق كانت الأم غادة هي وأكرم في الدار الريان قلبها كان كيدرو من جهة تفتحات عليها جروح الماضي ومن جهة أخرى بنتها اللي عاشت حياتها كتسنة تشوفها وأخيراً غادي تحقق الحلو قال أكرم ماما ماذا تلابس؟ وهي تقول لأمه آه إلا الصراحة أنا خايفة بزار شد ليها ايدهو باسهو قال ما تخافيش كل شي غد يكون مزيان كملوا الطريق ديالهم وعند عايشة جاء عندي والد عمتي وقال لي نوضي نمشي والعند علي ودار ابتسامة ما فهمتهاش شوقي أطر علي ومشيت بقى غادي وكيهضر وأنا ما حاملهاش شوية زعمت وقلت قول ليها فلوسي وحوايجي ما غتردهم ليش؟ أنا مبغيتش نقولها العمتي اضحكوا قال ليها فلوسك تصرفوا وحوايجك غنردهم ليك مقدرتش نزيد معاه وقلت واخا حوايجي ردهم ليها بقينا غادي نحتصونا له التليفون بين مخلوع وأنا نقول له أش كاين؟ وهو يقول خاصنا نرجعو ضغية ماما مريضة خاصنا نضيبها السبيطار تخلعت وجرينا بسرعة نشوفوا أشكالي لقينا خاديجة كتبكي وأنا نقول أش وقع ليها؟ قالت خاديجة ما عرفتش لقيتها ما كتنفش ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر